شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع عقد إنشاء ستة مخازن استراتيجية لتخزين الأدوية والمستلزمات الطبية بين الحكومة ممثلة في هيئة التسليح للقوات المسلحة نيابة عن شركة المخازن استراتيجية وتحالف أوراسكوم وايتز تحت إشراف مكتب الاستشارات الهندسية بالكلية الفنية العسكرية يأتي التوقيع في إطار رؤية الرئيس السيسي لتحقيق التنمية المستدامة وضرورة تمكين الدولة من توفير استدامة الإمدادات بالأدوية والمستلزمات الطبية ويهدف المشروع إلى إنشاء نظام لوجستي متكامل يبدأ من استلام الأدوية بما في ذلك المستحضرات المستوردة والأجهزة الطبية ثم ضخها في خلال شبكة متكاملة من المخازن حيث يتم تسليمها بعد ذلك إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية ترجمة نانسي قنقر